تعالوا نفكر كده مع بعض في مثلا لو عندي floor plan عندي floor plan بالشكل ده وعندي T shear wall هنا هدي shear wall هنا وهدي shear wall هنا وعندي center of mass وعندي center of gravity وعندي base shear أو horizontal shear أو lateral force على floor ده بالشكل ده فيه التأثر في center of mass وبالتالي في عندي قوة هتأثر على الشير wall هنا قوة أفقية horizontal هتأثر على الشير wall يا ترى الشير wall القوة دي هتتنقل إزاي من الفلور للشير wall هتتتنقل إزاي للشير wall ده أول حاجة فلبي يحصل أنه ممكن يحصل separation هنا أو crack هنا وارد ده أول حاجة لازم حقيقة تفكر فيها منطقيا لما نيجي نتكلم على الشير of friction في تطبيقها في الجزء ده حشح الكلام ده كله بالتفصيل بس أنا بس بفكر مع حضراتكم طب لو عندي كاميرا أين كانت نوع البيمز اللي موجودة دي symbol supported أو خرصانة symbol supported beams سواء كانت خرصانة أو steel الكاميرا دي supported على ledge beam حرف L beam بالشكل ده أتوقع شكل الانهيار بتاع ال connection هنا يبقى شكله ايه قدامك حلين يا يحصل crack هنا في الج دي كده ممكن يحصل crack هنا وكده أو يحصل crack ازاي أو يحصل crack في البيم دي أو يحصل crack في البيم دي يبقى في هذا المنطلق بس الوارد أكتر أن يحصل crack في الج دي لأنها تبقى الأضعف ده application تاني الصوت مسموع اوه دكتور صوت مسموع طب لو جدت لحاجة زي كده مثلا عندي flat slab وعندك column بهذه الكايفية شكل الانهيار في ال connection دي بيبقى شكله ازاي كلنا عارفين ان شكل الانهيار في ال connection دي هتوبقى bunching shear أو two way shear طب لو بيحصل ليه هيحصل crack بالشكل ده دي عاجة تنزل نتيجة الأحمال الموجودة هنا هوا الأحمال الموجودة لنا هوا فبيحصل crack بهذه الكايفية هن طب لو عندي concrete footing هنا وعنده عمود وفيه عند حضرك lateral force هن وفيه عنده compression force مش ممكن يحصل crack هنا عند اتصال العمود مع الفوتينج جايز طب لو عند حضرتك two beams بالشكل ده صبرت ده على بيرت زي مثلا كوبري مثلا بيرت بتاع كوبري في عند حضرتك reaction هن في عند حضرتك reaction هن مش ممكن يحصل عند حضرتك الكراك هنا هون وكراك هنا يجوز برضو كل هذا كل ده ممكن تستهدم فيه الشير فريكشن سيري في الدزاين مدام عند حضرتك شير بلين مدام ما متكلم على انه بيحصل عند حضرتك الكراك ده بنسميه الشير بلين او السطح اللي بيحصل عنده الشير اللي بيحصل عليه الكراك اين كان زاوية الكراك دي شكلها ايه طب تعالى ناخد بالظبط الفلسفة او الموضوع جيه من فين ونتكلم عنه بالتفصيل أول حاجة قالك الشير فريكشن is an important tool in the design of cast in place, pre-cast and pre-stress concrete structure tools مهمة جدا 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 في ايدك ممكن تستخدمها لدزاين اي حاجة سواء كانت cast in place أو pre-cast أو pre-stress لو حركشا بقال في ال-pre-cast هتلاقي ال-pre-caster بالذات بيستخدم الشير فريكشن في كل حاجة اي حاجة بيتزنق بيها بيستخدم الشير فريكشن زي ما هنعرف قالك الشير فريكشن بريفجينز أول ما تحطط الشير فريكشن سيري أو الشير فريكشن عمتن ابتلت تظهر في الصورة العملية بتاعتنا سنة 1971 ظهرت في ال-ACI 1971 اللي هو في أول في ال-version 71 70 طب قالك عشان الفي ناس كتير قاو بتقول الشير فريكشن ده لي كذا مسميات هو أنت عندك سطحين بينزلكوا على بعض في عندك سطحه أدي بلوك كونكريت ورابط بينهم ستيل بالشكل ده وانت بتعرض في فورس جاية كده فاللي بيحصل في عندك شير بلينه فجالك بيتولد حركة أفقية بين السطحين دول بينتج عنها إزاحة سليم في ناس بتسمي الحركة دي أو اللي بيقاوم الموضوع هنا ها في الشير بلينه بتسميه الأجرجيت انترلاك وده وارد ده جزء من المقاوم الشير في البلين ده وفي ناس بتقوله بيسميه الانترفيس شير ترانسفير وده ناس كتير قاو بتسميه كده في ناس كتير بقاو بتسميه الhorizontal shear ممكن تسميه الhorizontal shear في ناس ثانية بتسميه الشير فريكشن أنا بتسميه الشير فريكشن فعشان يحصل أو الشير فريكشن تشتاكل لازم بقى فيه عندك سطحين بيحصل عليهم حركة يحصل فيهم حركة أي كان الحركة دي أوفقية أو فيها بعض يعني مدام حصل سيبريشن يبقى فيه حركة رأسية كمان هنعرف الحركة الرأسية دي كتنين فيها يبقى ده تقريبا الشير فريكشن يبقى عشان أوصل للشير فريكشن إن هتشتجل معايا لازم بقى فيه حركة لازم بقى فيه حركة طب تعال نشوف الأساس العلم بتاعها جهة من فين الأساس العلم أصلا كان عرب تسعمية تسعة وستين دي مكتوبة عرب تسعمية تسعة وستين لما البروفيسور ماتر عمل سبيسيمنت بهذه الكيفية بلوك خرصانة خلى فيه جاب النحية دي وخلى فيه جاب هنا أدي جاب وأدي جاب هنا وربط وخلى فيه شير بلين هنا مرة كله كاس مرة واحدة ومرة عملوا كاس على مرتين أو صبوا على مرتين وأثر بقوة V هنا وأثر بقوة V هنا فاللي بيحصل دلوقت لما أصل بقوة V هنا السطح ده تعرض لقوة V لتحت والسطح ده تعرض لقوة V لفوق وبالتالي حصل بيسمى الطريقة دي في الإكسربرمنتر بيسموها البوش أوخ اتعمل بردو قلب تسعممية ثنين وسبعين تستي ثاني تستي ثاني بنفس الطريقة بردو للشير فريكشن أو الشير ترانسفير بأزيل كيفية معظم تسعة وتسعين في المية من الـ ACI يا جماعة مرتبط ارتباط كله بالعمل بتاع الفول سكيل سبيسم كل المعادلات وكل الـ observations وكل recommendation مبنية على تجارب عملية اتعملت في المعامل وبالتالي لما بنعمل أي تجربة عملية in experimental works بينتج منه حاجتي بينتج منه results وبينتج منه observations طلع نتاج وبنشوف اللي حصل ايه طب الـ professor ما تقول لما عمل التستنج ده ايه النتاج اللي طلعها طلع التال قالك لما يكون قالك لما يكون قالك لما يكون قالك لما جيه عمل اختبار بتاعه قالك عمل على نوعين من العينات أو هو عينات كتير بس على نوعين الكراكت والأنكراكت يعني السطح ما بين مرة كان فيه كراك يعني مصبوب على مرحلتين ومرة ما كانش فيه مصبوب مرة واحدة طب ايه اللي حصل قالك لما رسم العلاقة ما بين الاسترس الحاصل على السطح بتاع الشير فريكشن والاسترس في الحديد لجي العلاقة عبارة عن علاقة خط مستقيم تقطع المحور الراسي زي ما هو وضح في الشكل القدام فضلتين طب العلاقة دي تشبهك الخط ده يشبهك بايه يشبهك بالشير بالسويل شير سترينز تس اللي احنا كنا بنعمله زمان في السويل ورح كده بالمعادلة ان السرس الواقع على السطح او الشير بلين عبارة عن سي بلس ميو في سيجما قالك السي هي عبارة عن الكوهزف اللي هو الالتصاق او التماسك ما بين السطحين يبقى الترم ده السي الكوهزف الترم التاني ده اللي هو الفريكشن يبقى حصل هو من النتاج بتاع التست على المعادلة دي المهمة جدا اللي هي اساس التصميم بتاعنا طب السي عبارة عن الكوهزف وميو و سيجما ميو هي عبارة عن الكوهزف بين السطحين والسيجما قالك الكوهزف هنعرف بقى الكوهزف النتاج من فيه الكوهزف ده ممكن نعوض عن الكوهزف بي مضروبه في في جلد بتاعة الستيل اللي خد بال حضرتك دلوقتي انا بتكلم على ادي عندك البلوك اللي بتكلم عليه في التستي ودي الشير بلين اللي حصل علي لو بصيت على الصايد فيو اتلاقي مثلا البلوك ده عرضه كده فلو المسافة دي بي والمسافة دي تي فاصبح مساحة الشير بلين هنا عبارة عن بي في التي وبالتالي الفي هي عبارة عن الفي اللي هي الشير اللي مؤثر هنا القوة مجسومة على المساحة اللي هي ايه الشير بلين اريا اللي هي تساوي السي بلس ميو في الاي اس مساحة الستيل اللي موجودة كيجو ادي كلها مجسومة على البي في التي مضروبة في الفي نمسح دي خالص عشان مش داخل المعادلة دي هي المعادلة اللي موجودة عندنا لو عايزة حاول المعادلة دي من السرس لفورس هشيل دول قصد بعد كده وتبقى معايا اللي هي عبارة عن مساحة التسليح اللي موجودة في الشير بلين مقسومة على مساحة الشير بلين نفسه كالقطاع طب حلو جدا ده بالنسبة للتستينج ده بالنسبة للريزالت هو حطوها كده طب ايه الابزورفاشن اللي عمي الابزورفاشن اللي حصلت الابزورفاشن جالك الابزورفاشن اللي حصلت حاجة مهمة جدا 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 لما بتجي حضرتك عند حضرتك عمود وكاميرا بالشكل ده ادي عندك بيم وعندك كالن بالشكل ده وفيه عند حضرتك ضيب عندك الرياكشن بتاع الكالن وده الفورس اللي جاية على البي يا ترى شكل الانهيار او شكل الكراكي بتحصل شكلها ايه بيحصل الكراك شكله ازاي بيحصل الكراك شكله كده هتلاقي حضرتك هيتكون الكراك كده عشان كده بنحط التسليح بتاعنا الدياجونال بالشكل ده خد بال حضرتك من شكل الكراكي اللي حصلت هنا في البي طب هو ليه ايه قالك لو عندك العينة بتاعتك في الشكل ده بالصورة دي اهي وقصرت بقوة V هنا والقوة التانية V هنا فحصل شير على البلان ده وبالتالي اول observation لاحظها البروفيسور قالك فيه عندك the first series of crack will develop diagonally قالك اول crack هتحصل هتحصل diagonally يعني crack هيحصل قد الكراكهو وقد الكراكهو وكل الكراكس اللي بعد كده هتحصل ايه هتحصل دياجونال ده في البداية طب لما حصل الكراك دياجونال بالشكل ده ايه اللي حصل بالظبط قالك كل الكراك من دول تعرض خد بال حضرتك القوة الشير دي هتتحول لأكسيال دلوقتي اصبح فيه قوة هنا اصبح قوة compression حصل compressive strap كل ما بين اتنين الكراك كده حصل فيه strap معرض لcompression اللي هو لو جيت حضرتك اخدت ممبر صغير بالشكل ده كده هتلاقي فيه عندك الشير لفوق والشير هناك كده والشير لليمين والشير للشمال حصل عند حضرتك الداجونال تنشل المشهور بالنسبة لنا عشان كده حصل الكراك ازاي حصل الكراك بالشكل ده ده الملاحظات بتاعت مين بتاعت التست قالك لما بيحصل في الـ الاندي بتاعت السرط ده بيحصل موفمت والموفمت دي كده بالحضرتك بتحصل موفمت الموفمت دي هتولد tension force على التسليح الموفمت لا تحصل هتولد هو separation بقى كده بالحضرتك اول ما بيحصل موفمت بيحصل separation واول ما بيحصل separation بين الـ two layers او two على على الشير بيتولد tension على التسليح reclamping force طب بيصح حضرتك مهمة حاجة مهمة جدا 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 بالنسبة لنا لو عندك قد الـ block بتاعنا اللي بتكلم عليه واصرت بقوة V واصرت بقوة Vهم فعشان يحصل sheer friction لازم يحصل movement لازم يحصل slip وبالتالي بيحصل حركة أفقي slip الحركة الأفقية دي هيتولد منها friction stress هتولد منها friction stress طب friction stress ده تولد من فين جالك تولد من compression on the concrete surface والcompression من جزر عايز يمع separation بتاع two blocks of concrete انه هم يحصلوا ميه يحصلوا mismatch وبالتالي قالك الشير transmitted across the crack pi الشير بقى اللي حصل الشير هي قوة V دي هتتوزى أو هتتتكاون بي الفريكشن و الداولز بقى دا الأساس دا هو النظرية في الأول دا هو النظرية طب تعال بص كده حضرتك دلوقتي المعادلة بتاعت الاستنتاجها testing قالك لسترس على السطح الشير بلين يساوي c plus mu في sigma وعرفنا ان sigma هي عبارة عن نسبة التسليح بالنسبة لمساحة الشير friction plane مضروبة في f yield والc هو عبارة عن الcohesion قالك احنا هنحمل السي نهائي مش هناخذ الcohesion معنا ليه مش هناخذ الcohesion لان احنا بنتكلم على خرصانة يا اما مسبوبة مع بعضها من التكالي يا اما break cast يا اما سطحين مسبوبين في وقتين مخالفين وبالتالي هنحمل السي فاصبحت المعادلة زي ما قلنا لحضراتكم ال v لل stress اللي حاصل على اللي حاصل في الشير plane يساوي mu مضروف في rho مضروف في f field زي ما اتفاجنا ان ده مجسوم على مساحة وده مجسوم على مساحة لو مساحت ايه service area بتاعت الشير plane يبقى الarea راحت مع الarea يبقى بدل ما تحول stress تحول ل force يبقى force اللي مؤثر او الشير المؤثر عندك عشان تقومه هتقومه بال friction only ويساوي av f مضروف في f yield مضروف في mu av ده مساحة التسليح اللي لو عندك ده المتوقع الكراك مثلا يبقى ده مساحة التسليح اللي بتكلم عليها ال f yield اللي هو yield strength mu جالك هو عبارة عن الشير friction وده يساوي بقى ده من جدول قالك لو عندك الخرصانة مصبوة مع بعضها من التكلي اتاخد mu تساوي 1 و 4 من 10 لمضة ولمضة ده ده فاكتور يساوي واحد في normal weight concrete أو على حسب بقى لو هي light weight concrete هتاخد 8 من 10 أو 25 على حسب الكود اللي تتكلم في لو الخرصانة concrete placed against hardened concrete that is clean free and intentionally roughen والرفen مقداره تقريبا 1 quarter inch هتاخد mu تساوي واحد لو عندك ش roughen تاخد mu point 6 يعني من الآخر فاكرين زمان لما أي حد بصب خرصانة أو بصب أي حاجة يقولك لو سمحت خشن السطح كلمة خشن السطح دي بتزوي من 6 من 10 ميو ل 1 يعني تقريبا 8 من زيادة double almost double أما لو انت بتتكلم على خرصانة placed agenis a rolled section لو انت بتتكلم على خرصانة هتصبها على سطح أملس حديدي بتاخد الميو بتاعتك point 7 بتاخد الميو بتاعتك point 7 ده بالنسبة لأساس النظرية العلمي من التجارب والمعادلة بتاعت ال results وال observation طب تعال نشوف لو عندك سيخة تسليح ده كله ده قد حضرتك لو سيخة لو القوة V موازية لل share plane والتسليح عمودي على share plane طب لو التسليح مايل يحصل على share plane خذ بالحضرتك مايل وليست على القوة مايل على share plane لو التسليح مايل على share plane أصبح فيه عندك مركبتين طب مركبتين جم من فين أنا فاكر حدك قلت الناس كتير أول متكلم على share بتفكر اللي بيحصل قص على البارس أو قص على التسليح الإطلاق لا ما بيحصل قص على التسليح بيحصل tension في التسليح فبيحصل قوة tension هنا القوة tension الحصلة في الربار مقدرة إيه جالك مقدرة إيه إيه مضروف في هذه القوة هتتحل المركبتين مركبة رأسية ساين ومركبة أفقية كوسين وبما أن المركبة الرأسية بتضغط قبل حضرتك هي أساسا بتشد في التسليح ولكن هي أصلا بتعمل compression في الخرصانة لكل فعر رد فعر وبالتالي هذه القوة ساين بتضرب في ميو زي ما أخذنا في علم الديناميكا زي ما الاحتكاك ميو هو معامل الاحتكاك والأي في الساين هي عبارة عن القوة المؤسرة لcompression فأصبح فيها عند حضرتك مركبتين مركبة رأس أفقية ومركبة رأسية المركبة الرأسية هي عبارة عن clamping component والمركبة والمركبة الأفقية وهي برأة البرأة ودول هما أصبح لو عندك التسليح مايل بزاوية alpha على shear plane بزاوية عليها اللي هي applied force احنا بنسميها demand يبقى V ultimate D ده اللي هي بنسميها demand اللي هي مأثرة على القطاع V N اللي هي nominal strength اللي هي بنسميها الكباسي القطاع ممكن نشي الكام قالك الفلسفة التصميم design strength قالك لازم تقون القوة أو stress nominal مضروف في strength reduction factor لازم يكون أكبر من أو يساوي الدماء يعني الكباسي أكبر من الدماء خلاص القوة طب الفير strength reduction factor فيه عليك يساوي كام عليك يساوي 0.75 0.75 في الشير بناخد strength reduction 0.75 يبقى 0.75 مضروف في الكباسي لازم يبقى أكبر من أو يساوي الدماء كلام زي الفل في section 22.9 0.4 0.2 قالك التالي قالك هذه المعادلة اللي جات من التستين بس طبعا السي اللي هو الترمي التاني في المعادلة أهمد زي ما اتفاقنا وهو الcohation أهمد وبالتالي المعادلة ميو مضروبه في A مضروبه في A field وضوء منتهي قالك لو لو عندك لو التسليح مائل بزاوية alpha على sheer plane المعادلة دي تحول إلى المعادلة دي لها ترمي clamping و barrier force كلام الحد كده كلام زي full مهم جدا بقى يا جماعة وللأسف ناس كتير أول ما بتاخدش بالها من هذا الأمر خلد حضرتك هنا كده في الجملة دي كده بقول She reflection doesn't apply إنت قالك لو compression reinforcement يعني compression reinforcement ده موجود يا جماعة في section 22.9 .4 .3 كل بقى الحدك ده مهمة جدا مهمة جدا لو أنت عندك shear blend بتاعك بالشكل ده وفي عند حيب قوة shear طالع الفوق وفي قوة shear نزدل تحت فاللي بيحصل قوة shear دي بيحصل shear هنا بيحصل tension هنا reinforcement طب لو العكس بقى لو تسليح مال كده هيحصل compression واحد من component يحصل compression قالك لو حصل compression مستحيل shear friction تطب طب الكلام ده ليه بيجدم وعمود وعمود ده الكلام وده بين وعندك فرص هنا ودي رد الفحة بتاع العمود كده يطرح حضرتك اللي بيحصل ايه بيحصل كراك هنا في shear crack طب shear crack بتبقى شكلها ازاي على كشير crack هتبقى كده حلو طب احنا بنحط حديد التسليح ازاي بنحط حديد التسليح دايما عمود على الكراك لان لو حدك اخد member لحط element بالشكل ده والشير هنا كده فالداج من الشير بيحصل ازاي بيحصل كده وبالتالي الكراك حصل العكس ده كده وده كده فالكراك بيحصل كده ده اللي هو الكراك طب بنحط الحديد ازاي احنا بنحط عمود على الكراك عشان نشيل التنشي يعني لو جيت حضرتك 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 السيخ المكسح كده هنا كده لو حضرتك السيخ المكسح هنا كده وحطرته السيخ المكسح هنا كده وحطيته كده قلبته يعني هل هيتغير حاجة في الكراك دي قالك مازال الكراك هيفضل زي ما هو كده وهيوسع وهيحصل انهيار هنا كده او 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 دا الحصل بقى هنا جده يا جماعة ان حصل كومبريشون في التصليح ما حصلش تنشن فعشان يحصل تنشن في التصليح لازم يعمل ايه لازم تحط البر بتاعك ايه بالشكل ده عمودي على الكراك عشان كده ده لهذا السبب ده السبب ده ما ينفعش لأن لما بيحصل كده الكراك بيحصل ازاي الكراك هيحصل كده نمسح الله طيب الكراك هيحصل كده اذا ما دام الكراك هيحصل كده ما فيش حاجة هتخلي الكراك يمنعه من انه يكبر لحد الانهيار خلص يبقى الجزء ده يدخله خلاص يبقى كده الانهيار هيحصل هيحصل مش بس كده طيب احنا الوقت ما عندناش باختصارة كده بنحط الحديد دلوقتي ما بنحطش رأسي خصوص ما بنحطش الدياغنال بطة وبالتالي لو عند حضرتك بنحط ايه بنحط كنات الكود قالك فيه مسافة بين الكنات لازم ما تعدهاش طيب ايه السبب السبب واضح جدا زي ما عرفنا زمان فيه كرسات الخرصانة في البدايات ان لما حضرتك الكراك بيحصل بيحصل كده الكراك ده تقريبا بيحصل على زاوية كام على زاوية 45 تقريبا طب انا لو حضرتك لا زاوية 45 لان المسافة دي تقريبا دي طب لو حضرت الكنات بقى كل مسافة دي حضرتك يعني حضرتك واحدة هنا واحدة هنا على مسافة دي ما انت حضرتك كده الكراك حصل ما بين مايه ما بين الكنتين اللي عندك فاصبح هيحصل دليار بالشكل ده يبقى مهما حبطي التسليح رأسي او كنات تقاوم الشير هي مش تقاوم الشير لان الكراك هيحصل بين ايه بين الاثنين وبالتالي لازم على الاقل يبقى فيه عند حضرتك كانة هنا بتعمل ايه الكنة دي بتعمل كلامبينج بيحصل فيها تنشان فورس تنشان فورس الكراك ده عايز يوسع فلما الكراك عايز يوسع بيحصل تنشان فورس في ايه في الكنات اللي بيمنعه انه يوسع هي الكنة طب امتى يوسع لما الفورس على الكنة تزيد عن اليلد بتاحها وده لهذا السبب يا جماعة مهم جدا انه يبقى فاهمين الكراك بنحط فيه خرصاء بنقاوم بحليل تسليح طب حليل تسليح ده بيبقى شكله ازاي لازم يعرض لتنشان ولا كومبريشان لازم يعرض لتنشان ده السبب انه ما ينفعش احط في الشير فريكشان ده السبب اللي خلى الكود ما ينفعش حليل التسليح يبقى مايل ويحصل فيه كومبريشان فورس ده طب حل في اقصى فورس في اقصى قوة ممكن تنجل في الشير فريكشان يجي واحد يقول لك طب ما انا كده ممكن انجل زي ما انا عايزة حبت بقى حديد تسليح بقى عمودي على الشير فريكشان فريكشان وده لو شغال باليو اس يونت ده مترك يونت وده اليو اس يونت قالك لو المفروض لا تزيد عن ده زي ما هنعرف بعد كده مسائل بالارقام هنحطط كمية امثلة بالارقام كتير جدا لو هيشغال بالمترك يونت يبقى هتستخدم المعادلات ده يبقى هم المعادلتين ده يبقى بعد ما تحسب الـ v-ultimate اللي هي القوة المؤسرة على القطاع عندك بتحسب الـ v-n مرتين بتحسبها من التسليح وتحسبها من القطاع من المعادل من الجدول ده واهم حاجة بتاع التسليح ما يزيدش عن مين ما يزيدش عن اللي في الجدول زي ما هتشوف بعد كده فيه لمت مهمة جدا يا جماعة برضو حطوا الـ ACI في Section Chapter 20 وقالك لو هتستخدم الشير فريكشن لو سمحت الـ Yield ما يزيدش عن الـ F-Yield الـ F-Yield بتاعتك لا تزيد عن لا تزيد عن 60 KSI 60 KSI اللي هي 420 ميجا بسكار دا متضرب في سبعة عشان تحويلة اهو 420 في المترك يونيس طبعا نحن دلوقتي في الكودج جديد الـ ACI-19 فيه حديد جريد 80 وفيه حديد جريد 100 اللي هو 550 و 690 قالك ممنوع منعا باتا تستخدم اكتر من 60 KSI او 420 طبعا لو استخدمت حضرتك يعني بس ان عشنا سبقا فاهمة الصورة طبعا لو استخدمت 690 ميجا بسكال المنشأة بتاعها يقع لا تلاقا لا تلاقا فيه سبب علمي يعني فيه سبب علمي وراء كده مش المبنى احسلكوا اللابس نقط لكم طب ايه السبب العلمي ايه السبب ليه الكود قال ما تستخدمش في الشير فريكشن حديد اليلد بتاعه اكبر من 420 ميجا بسكال او 60 KSI تعال نشوف صراحة يعني عادت دور لقيت الموضوع يعني لو بصيت في سكشن الار الكومنتري 20.6 20.2 2.2 2.4 هتلاقى هو اقل لك كده كم جملة هنا حلوين ممكن تستنتج منهم وممكن لا رمز اقل لكم بسكال ب Emmanuel اق اقل لكم اقل لكم لأقل لكم اقل ل aby اقل legitimate اقل الocaقه اربع اقل لك الناس برميتد في الشير ديزاين لطف الشير فريكشن يعني الانتنتي بتاعه ان يعمل كنترول للويتس أوف ذا انكلاين كراك طب الكلام ده معنى ايه بص حضرتك حاجة تانية كمان اتدور واعمل ريسيرش اكتر لقيت في بابر برضو لكان ان ميتشا منشورة في الاسي اي سركشر جونال 2002 كانت اختصار البيبر دي بتقول عشان سيكس كيس سي جالك ايه It is recommended That the yield stress on the transfer reinforcement اللي هو بتكلم عشير فريكشن reinforcement now Be limited to 6 KSI To limit the slippage along the smooth crack on the high strength و بتكلم عشير فريكشن كراك بس هي اللي انا عايز اوصله هي ديز كده To limit the slippage along the smooth crack And to give uniform friction coefficient For normal and high strength concrete طب ايه الكلام الكبير ده بص حضرتك بقى لو انا عندي بلوك خرطو بلوك خرصانة كده هو ودي الشيري plane هنا كده معادة الشيري plane معادة الشيري بتقول الشيري فريكشن بتقول لك ايه في Vn أو الفي Vn تساوي الفي مضروف في ميو في الاس F مضروف في الاف في دي معلومة عندك اللي هي عبارة عن الفي ultimate هتساوي الفي في Vn مضروف تساوي الفي ultimate ميو معروفة من الجدوة إيه الافتصة يواحد 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 يواحدوا واحد واربعة من عشرة سمتة من عشرة سبعة من عشرة يعني كان القيمة بتاعتك 1.75 معروفة الاس دي مجهولة بالنسبة لي الييد معلومة طب دي معلومة طب لو كل ما زادت دي لو دي كانت مثلا 420 أو كانت 550 أو كانت 690 على حسب الييلد كل ما زادت ال F في الييلد كل ما حصل للاريا كلما الاريا مالها جلت كلما الاريا جلت يعني كلما الاريا جلت يعني المسافة بين الأسياح مالها هتزيد لما المسافة بين الأسياح هتزيد احنا بنتكلم على ميو اللي هي الفريكشن الفريكشن جاي من فين في قوة تنشن في الربارز هنا بتولد كومبريشن فورس طب ما المسافة دي بعيدة عن بعض وبالتالي كومبريشن هنا والكومبريشن هنا والحطة دي مفهاش كومبريشن وبالتالي كراك هتوسح هنا هوا لكن هنا مش هتوسح طيعن الشير الفريكشن في المنطقة دي كويس اليونفرون فريكشن فريكشن كومبريشن هنا تمام والفريكشن كومبريشن هنا تمام والحطة دي مفهاش فريكشن كومبريشن خالص لعن المسافة زادت وبالتالي لما يكون الفرييند قليل ده التسليح بإيه الاس زادت يعني معنى الاس زادت يعني فيه أصبح عندك المسافة بين البرتكل أو بين الرنفورسمنت أصبح ديه قريبة يعني أصبح فيه يولوفرون بيه دلوقتي يعني أصبح الفريكشن فورس دي اللي احنا نتكلم عليها المحسومة بالVN متوزعة بإيه متوزعة بانتظام والكراك أصبح ماله بقى ما بيكبرش ده السبب اللي عايز يوصل له هنا في هذا الأمر يبقى السبب مش سبب كولابس ولا حاجة خالص ولا دكتايل ولا 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 ولكن هو السبب هو عبارة عن سيرفز ليبل انه عايز يوصل ان الكراك عايز يضمن ان الفريكشن كومبريشن موزع بانتظام على السطح الشيرفلين بالإضافة إلى ان الكراك كلها ماشي ماشي مية واحدة مفيش اي مشاكل فيها او ما بتمسعش في محتة وتدير في حتة وهكذا طب دلوقتي اصبح انا لو عندي شير بس دا كلامنا كله دادا وانا عندي شير بس طب لو عندي شير لو عندي شير وعندي قوة خارجية نورمال فورس خارجية 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 يعني بالإضافة وعلى التصليح اللي جاء من ASH حالتصليح تاني من واجمع الاثنين مع بعض وحطه في القطاع يبقى أصبح فيه اثنين تسليح دلوقتي أو التسليح جاء من حاكتين من ASH بالإضافة إلى الASE بالإضافة إلى الASE اللي جاء من naprawdę لو عند حضرتك دلوقتي قد القطاع بتاعك وفي عندك شير كده وشير كده وفي عندك تنشن فورس هنا قالك هتجيب التسليح اللي هو اللي بتسميه من المعادلة دي وهتجيب التسليح هنا من التي مكسوم على في تجمع الاثنين مع بعض وتخطوه في هذا القطع طب لو القوة دي لو القوة دي يحصل ايه قالك لو قوة ادي القطاع بتاعي ودي الشير وعند حضرتك قد القوة الشير وعند حضرتك كمبريشن قالك حقيقة الكمبريشن ده هيساعدك هيساعدك اه هيساعدك لانه ده المفروض يجلل التسليح المفروض يجلل التسليح بس يفضل انك تهمل لو كمبريشن انا بهمل شوف الكود قالك ايه permanent net compression across the shear plane shall be permitted to be added to the AF times the AF field يعني المفروض بقى الكمبريشن فرش ده يساعدك في التسليح المفروض يجلل التسليح بقى شوفينا كده بقى بقى بقولك ايه ها في كومنتري should be used to reduce the amount of shear friction reinforcement المفروض يجلل required only if compressive force across the shear plane is permanent كلمة بيرمنت ده يا جماعة كلمة كبيرة جدا بيرمنت يعني انت متأكد مية في المية ان ده موجود 24 ساعة في في اللايف تايم بتاع البلدن عوجود 24 ساعة في اللايف تايم بتاع البلدن طيب ده بالنسبة ليه لو انت عندك tension او عندك compression طيب في الديتيلنج الكود قالك ايه قالك نص على حاجة مهمة جدا 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 قالك ايه reinforcement across the shear plane to satisfy shall be anchored to develop if you in both sides والموضوع ده جماعة مهم جدا 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 وخصوصا لو انت بتزرع عشاير عمود لو حضرتك بتزرع عشاير عمود او بتعمل قميص لعمود او بتشغال في الربير او 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 كل اللي انت بتعمله لو عندك عمود كده وعايز تزرع عشاير في الجعدة بالشكل ده مثلا بتقوله اوكي خلاص انا كده اقوله مثلا خمسة سنتي او عشرة سنتي او عشرين سنتي او whatever ويعملها ابوكسي وخلاص الموضوع خلص قالك الكلام ده ليس الكلام ده دينجرس قالك يجب ان تتأكد ان المسافة دي حصل development للبار حصل development للبار يعني البار ده اهو F yield in both sides develop to develop F yield in both sides يعني لو حضرح حط التسليح ان السيخ الحديد ده يحصل ديه tension مقداره F yield مضروف في الاريا لازم المسافة دي تبقى LD develop lens عشان كده 99% من معظم الاحوال بنحط حديد كتير جدا عشان مش بنقدر نوصل لمين عشان ما بنصممش على yield عشان ما بنصممش على yield بنصمم اقل من yield عشان ما بنقدرش نعمل ايه develop lens عشان كده مهم جدا لما حاجة بتعمل داولز لازم تستخدم ايه اقطار صغيرة ومستخدم اقطار صغيرة وتدخل هنا مثلا 25 صند لازم يحصل هنا development لازم يحصل development للF yield دلوقتي احنا عدد تقريبا ساعة لعشرة عندكم نفس نكمل تاني على الحد دلوقتي يعني جايب امثلة كتير جدا عشان وفيهم كان مثال ممتعين جدا للناس اللي هي بتصمم high-res buildings للأسف مش شايف اي comments لو اي حد نكمل نكمل حاجة يا جماعة تبلغونا مباشرة طبعا هستخدم الشير الشير friction فين يا جماعة بستخدم الشير friction فين عليك الشير friction استخدمتها في المنشآت بتاعتنا سواء cast in place او precast لا تعد ولا تحصى الشير application كده ممكن استخدمها في اتصال الجاعدة مع العمود ممكن استخدمها في اتصال الجاعدة مع العمود جون استخدمها في الديافرام مع الشير والد ممكن اصمم بيها الكوربول ممكن اصمم بيها البيرنج بتاع البيم على الفونديشن على الكوربول ممكن اصمم بيها البيرنج بتاع بيمز على اي حاجة خرصانة ممكن اصمم بيها الدبد اند بتاعت ال precast بيمز ممكن اصمم بيها الكونيكشن على شابتها 17 ممكن اصمم بيها اي potential crack اي crack ممكن تشوفه حضرتك وممكن يتولد ممكن تستخدم الشير friction في البنشنج شير اي ممكن تستخدم الشير friction في البنشنج شير طب تعالى ناخد مثال بالارقام ونعرف الكلام ده بتحل ازاي او بتفكر ازاي اول حاجة هاخد الكونيكشن دي بقى ايه هي الكونيكشن دي ده وردة عند حضرتك كبري او عند حضرتك سيل بيم او عندك بري كاس بيم او عندك كاس انبليس بيم مع عمود تحتها بالشكل ده او بير بالشكل ده او بيدستر بالشكل ده لما بيحصل عند حضرتك البيم بالشكل ده ده البيم دي مرتكزة على عمود هنا او بير او كانت ليفر او كوربل او 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 متوقع يحصل ايه قالك مية في المية عشان الحمل ده كونسنتريتد هنا عشان يتولد ويتوزع بيونيورفرم هنا جالك متوقع ان الانهيار هيحصل عند حضرتك هنا كده هيحصل كده جزء كده من الجزء ده عايزي تخلع لبرا عايزي 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 تكسر ودوارد لو حديك بتعمل انسبكشن او حديك بتعمل فرنزك بتروح الموقع بتشوف المشاكل اللي بتحصل او بتعمل انسبكشن لمنشآت موجودة هتشوف الكراك ده منتشر قوي الكراك ده منتشر ليه يا جماعا ان الكمبريشن النفوس بتاعتك بتتوزع على مساحة صغيرة في الاول وبالتالي بيحصل الكراك في بوتنشي الكراك طب تعال نشوف مثال بالارقام وزي نستخدم الشير فريكشن في الموضوع قالك عندك المثال ده عندك الديد لوت 25 كب اللايف لوت 30 كب وفي عندك قوة تيهن انا عشان بستغلم في الكود الامريكاني فانا بشتغل بالكب والإنش عشان حضرتك سيبك من الكب والإنش اعتبر الكب لما اقول كبس اعتبر الكبس طنز واشتغل بالطنز كأنها طنز الامريكاني 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 واشتغل بالطنز واحد يقول لي طب ما دي سيمبل سابورتل يا من هنا القوة تيهن الله طبعا لا ممكن اعملها رولر وما فيش قوة تيه كلمة رولر يا جماعة كلمة رولر يا جماعة حقيقة في المنشآت الخرصانية مستحيل تحصل وبالتالي لازم في قوة تيهن القوة تيهن القوة تيهن اللي هنا دي القوة تيهن دي يا جماعة أنا شايفي ناس بمتالة تسأل يعني أنا أفضل نخلي الأسئلة كده في الآخر عشان عايز أغطي أكبر قدر ممكن من السلايد اللي أنا أعملها وخصوصا عايز أفضل جزء الديافرام والكونيكشن بتاعت الديافرام مع اللاتراللوتس لأنه مهمة جدا فإن شاء الله جاوب كل الأسئلة في آخر المحاضرة إن شاء الله طب واحد يقولي أنا رولر مفيش عندي قوة أفقية هنا لا القوة الأفقية دي وردة 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 تيجي من فان قالك تيجي من الشرنكيج تيجي من التمبرتشر تشينج افكت تيجي من حاجات كتير قوي وهثبت لك دلوقتي إن الكود قالك لازم تاخد مينمام قوة أفقية لو عمدك بيرنج بيم هنا أين كان نوع البييرنج هنج أو رولر هتقولي الرولر ما بتتحرك لا الرولر ما فيه فريكشن مع الفريكشن ده نتيجة الالويك بتاع اللوتس اللي جاي على البيمس وهكذا حتى لو كانت رولر ما زال فيه قوة أفقية جام الفريكشن عشان كده هنا في المسألة حق اللي تي سوي 2K زي من الم الشرنكيج والتمبراتشن والف سي برايم تلاتة ونصف كس ساي تلاتة ونصف سابعة اللي هي عبارة عن 25 ميجا باسكال والييلد 6KSI طيب دعا نشوف الكود قال لك ايه خل براحة ديك شابتر 16 ده من الشابتر المهمة جدا في الكونيكشنز شابتر 16 في الـ ACI مهمة جدا في الكونيكشنز انا هنسيب حركة قراءة كله بس هنه هركز على حق ده واحدة بس الـ NUC اللي هي القوة الأفقية الـ Axial on the bearing shall be 20% of the sustained and factor reaction multiply by load factor واحدة وستة من عشرة انا عايز اقول لي حضرتك لو ما عندكش قوة أفقية في الكونيكشن الـ Bearing اتنين من عشرة من الأحمال الرأسية الدايمة على الكونيكشن ده اللي عايز اقوله هو هن اللي هي تقريبا اللي هو حساب الشرنكيج والـ Temperature ليه ها 20 تعال نشوف أول خطوة يا جماعة بالنسبة لنا أول خطوة هنجيب الفاكتور لوتس هنجيب الفاكتور لوتس عند الـ Dead وعند الـ Life وعند الـ T الـ T هنا مش Temperature يا جماعة الـ T هنا قوة أفقية Axial force or horizontal عشان بس الناس ما تتحولت من Temperature to Axial force تبقى للكود اللي حضريك هتستخدمه في فلدك هتعمل اللوت Combination بتاعتك ايه هي اللوت Combination الكود الأمريكاني بياخد واحد واثنين من عشرة دد زاد واحد وستة من عشرة Life في ناس ثاني بتاخد واحد واربان عشرة دد وسبعة من واحد وسبعة من عشرة Life وهكذا يبقى أنا حسبت الـ R reaction اللي جاي لوت Combination طلع تلاتين plus 48 74 كب واضرب shrinkage في واحد وستة من عشرة ثلين وثلاتين هاخد اتنين من عشرة من ده عشان أضمن زيبها الكود جاهد اتنين من عشرة في 78 إلى 15 وستة من عشرة يعني خد بال حضرتك قال لك هنا ده نفس الكلام اللي احنا شرحناه اتنين من عشرة percent should be considered خد بالحضرتك بقى يبقى أنا أصبح عندي حضرتك كده أصبح عندي حضرتك كده في قوة عندك R ultimate وفي عند حضرتك كده قوة اللي هي الـ N U ultimate تاني حاجة هتفكر فيها بقى الكراك هيحصل ازاي جالك الكراك ده تقريباً يحصل على زاوية عشرين درجة يعني 15 و 20 هتحط التسليح بتاع حضرتك ازاي هتحطه مثلاً هتحطه أفقي هتحط التسليح هنا أفقي جالك لازم عشان تحط ده الشير بلان بتاعك وده التسليح يبقى التسليح ميل بزاوية سبعين درجة على مين على الكراك أو ميل بزاوية معينة نحسبها دلوقتي نشوف طب لما يكون حضرتك الكراك كده هو ده الكراك أو الشير بلان وعندك القوة جاية كده قالك لازم تحلل القوة لقوة موازية في اتجاه الكراك وقوة عمودية عليه بل احنا عملناه هنا بقى حللنا الفورسيز الار وحللنا والار لقوة أفقية موازية وقوة عمودية الار قوة أفقية قوة موازية قوة عمودية الار كوزاين الار كوزاين تي يو كوزاين وقوة عمودية تي يو ساين قد بقى حضرتك القوة دي القوة دي القوة دي الار ساين والار كوزاين في اتجاه بعض هما هيسببوا لي ايه؟ هما هيسببوا لي الشير فريكشن بقى طلع طلع الفورس الكلية الاربعة وثمانين وثلاثة من عشر 84.3 القوة التانية بقى هشوف بقى المحصلة بتاعتهم تنشن ولا كومبريشن القوة العمودية الار كوزاين ألفا هتعمل ايه؟ هتعمل كومبريشن التي يو ساين ألفا هتعمل تنشن طب تعال نشوف المحصلة ده وده ده كومبريشن وده تنشن يبقى الناتج كام لك الناتج ثلاثة واربعة من عشرة نت تنشن هلو يبقى التنشن ده احمله وانا اخده معي في الاعتبار يبقى اطلع تصليح من الاس هنا اسمه الاس اف او الابف وطلع هنا التصليح اللي جاي من ايه؟ من التنشن طب إیک لما انا جيت صبت الكبولي ده وصبت الكوربول ده وصبت العمود ده، وصبت البير ده ما illustration ما الي did تمام عندي التصليح ميل بزاوية طب التصليح ميل بزاوية كام قالك بزاوية 70 درجة ميل بزاوية 70 درجة على الشير بلاي يبقى هستخدم المعادلة بتاعت مين بتاعت اللي فيها هالزاوية الشير تصليح ميل بزاوية ألفا يبقى أصبح ال-AF-V التصليح اللي أنا عايزه يساوي ال-V-Ultimate مكسوم على ال-V-F-E المضروف في الألفا في الميون طلعت هذا التصليح من المعادلة دي طلع 1.3100 إنش سكوار وراح أطلع التصليح اللي هيقوم كمان مين قوم التنشن لو التنشن كان كام 3.4 من 10 مكسوم على ال-V-F-E طلعت التصليح لإيه أروح جامع ال-2 مع بعض جامع ال-2 مع بعض طلع كامل ال-2 مع بعض 1.21 أنا هستخدم التصليح قطر كام مثلا قطر 10 ملي 12 ملي عارف المساحة اجسم المساحة المطلوبة على المساحة السيخ لديك عدد الأسياخ معلومة يا جماعة برضو الكودة الأمريكاني في الأسياخ كالتالي بيقولك number 3 وعندنا number 4 وعندنا number 5 وعندنا number 6 وعندنا number 7 وnumber 8 وnumber 10 ونمبر 11 ونمبر 11 ونجو آن دول ده السيخ ده خمسة لينية السيخ ده ستة لينية اللينية أو بيسموها في الموقع يعني لو أنا نضع غلط سريم هي عبارة عن ثلاثة ميلي ثلاثة ميلي وشوية يعني ده اسمه ثلاثة لينة عشان كده اسمه number three فثلاثة في ثلاثة وشوية تقريباً أنه هو قدر كام عشرة ميليميتر أربعة في ثلاثة بكام باثناشر 12 ميليميتر خمسة في ثلاثة ثلاثة وشوية اللي هو كام اللي هو 16 ميليميتر ستة في ثلاثة 18 ميليميتر سبعة في ثلاثة اللي هو 22 ميليميتر تمانية في ثلاثة اللي هو 25 ميليميتر تسعة في ثلاثة في ثلاثة الثلاثة وشوية اللي هو 28 ميليميتر وهكذا ده عشان الناس يعني مستوعبة لو بجعر لوحات بالكود الأمريكاني أو تصميم بالكود الأمريكاني كلمة number three هي ما تعادل اللينية في مصر أو في الوطن العربي معرفش بقى في الموقع بيقولوها إيه إحنا بس في مصر أنا متأكد إنه بالحديد بيقولوه لينية في الموقع أو في الكودة الأمريكاني إحنا بنقول اكسم على 8 ويديك الخطر بالإنش يعني ده 3 على 8 بالإنش و 4 على 8 بالإنش اللي هو half inch ده 5 8s, ده 6 8s, 7 8s, ده 1 إنش أي إن كان يبقى ده هنا بقى هو قالك هيستخدم number 3 هاستخدم number 3 number 3 مساحته كام مساحته point 2 طب قالك إنت خد بال حضرتك ده هيقوم برجلة واحدة أو برجلين الشيء التنشن اللي حاصل لبتنين legs يبقى تكسم اتنين المساحة ما روما مساحت السيخ مرتين بقى مساحت السيخ مرتين ليه لأنك إنت الرجلة دي لها رجلة تانية الناحياني طلق عندك سنتا تايز بقى سنتا تايز هيتوزعه إزاي سنتا تايز هيتوزعه على المساحة المسافة دي حط واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة بعد ما طال الله حكي المساحة من القانونين طلع ليه أو المرة تانية طلع ليه بقى جت منين المساحة خمسة خمسة هل الشاشة كده واضحة؟ او واضحة او مش عارف اللي حصل عندي بس anyway طب يبقى المساحة اللي احنا جايبينها دلوقتي جات من فين؟ جات في عندي اثنين مساحة حديد هنا واحدة جات من الشير واحدة جات من التنشن اللي حاصل على الكربل او على البير تكسب المساحة اللي طلعتها الاثنين على مساحة السيخ مرتين لانه عندي two legs طب لو حضرتك دي النصيحة بقى انا على اساسا انا بشتغل في الديزاين اكتر من التنفيذ وهكذا انا انصحك بحاجة لما تيجي حضرتك توزع التسليح هنا حط ستة موزعين باستمرار بالشكل ده وتعال على نفسك حبة كده حط واحدة تانية زيادة من فوق كده بيجوا اثنين جنب بعض من فوق انا بحب ازود التكسيف من فوق كده على اساس ان عشان يحصل كراك بيحصل على ايه بدايته بيبدأ من فين بيبدأ من هنا فهنا هيبقى الكنترول بتاعه واكتر فتزود واحدة تانية من عندي اضافية هل المسألة كده خلصت لا ما خلصاتش ليه ما احنا كده خي جبنا التسليح جبنا كل حاية لا ما خلصاتش كد بال حضرتك انا بتكلم على node combination انت عندك dead وعندك life وعندك t مش ممكن يكون اللايف ده مش موجود اصلا وعندك dead بس جايز طب ده هيعمل ايه تعمل بص بقى هيعمل ايه قالك ممكن يكون dead بس وراح ضربة dead في 9 من 10 هنا ضربوا ليه في 9 من 10 هنا عشان maximize tension بقى ان الار انت تقوى compression التى انت تقوى tension كل ما الار كبرت كل ما هتلاشى مين التى كل ما الار صغرت كل ما تنشى بايه بزيد عشان كده لما اخد dead والlife هنا التنشى انطلع قليل طب لما اكون 9 من 10 ام التنشى انطلع ايه هيطلع التنشى انطلع اكبر طب تعالوا نشوف الحالة دي هتحكمك ولا مش هتحكمك يبقى في الحالة دي بقى يا جماعة خدت 9 من 10 من dead وجبت ال V وجبت ال N طلعت ال tension هنا ايه ال net tension 22.4 من 10 حسبت التسليح للحالة دي طلعت التسليح 0.96 اقل من ايه اقل من التسليح اللي فات يبقى الحالة دي تصمد control me يبقى الحالة دي مش controlling u يبقى ال dead والlife هي controlling u اكتر من الحالة دي بس كده لازم اتأكد ان الخرصانة هنا الماكسمن بقى الليمت بقى راح جايب المساحة اللي حتة دي كده المساحة اللاين ده في الاتجاه التاني بقى قالك ال Vn maximum must not exceed the smallest of 0.2 fc prime ac المؤترات معادلات ده طب ال ac اللي بقى اجيبها من فين المساحة دي قالك هتحسب الخط ده في الاتجاه التاني بقى اللي هي share of plane قالك المسافة دي كده المسافة في الاتجاه التاني اللي هو مدى لك هنا خمس انش طب المسافة دي تجد تحسبها بسهولة طبعا عندي الزوية عشرين وعندي ده 5 فخمسة على ايه خمسة على عشرين في 16 المسافة ايه الوفقية او المسافة الاتجاه التاني الاتجاه التاني 16 دي ال 16 16 طلع بقى هنا ال Vn من المعادلة الاولانية 164 ال Vn من المعادلة التانية 174 ال Vn هنا 300 طبعا احنا اصلا ال Vn كالكام 84 فعيزان 84 قال من ايه قال من 3 ارقاب ده بالنسبة لأول مثال طب هل هذا المثال هل هذا المثال ينطبق على طب مانا ممكن بدل ما الكراك يحصل في الكوربول او في العمود اللي تحته ممكن يحصل في ال beam اه في ال beam كده ممكن يحصل في ال beam كده عشان كده معظم ال beams ال precast لازم تلاقي فيها تسليح ماشي كده لازم تسليح ماشي كده وركز حضرتك معايا كده شايف ال 1 و 7 من 10 ده مهم جدا عندهم وخصوصا الناس اللي تشاغل في بريجز بيحطوا تسليح بالشكل ده عشان نقاوم الشير بالشكل ده برضه ممكن بنفس الطريقة بنفس الخطوات طب ايه تاني ممكن استخدمه كمثال تالت الكوربول عارفين الكوربول اللي احنا بنصممه بسرطان تاي ممكن تصممه بالشير فريكشن واحد يقولي ده مش موجود في الكود لا موجود في الكود في شابتر 16 ممكن تصمم الكوربول بالشير فريكشن فاصبح الشير فريكشن هو بتصمم بيه حاجات لما تتزنق عليكم على الشير فريكشن تمام طب واحد يقولي طب اوقات كتير قوي بنحصل حاجة بنعمل حاجة اسمها ديب اند في البيمز الديب اند في البيمز بنصغر القطاعة عشان يعمل ايه هنا عشان يبقى القطاعة smooth عشان ما نظهرش الكوربول اللي موجود ده قالك في الحالة دي اللي بيحصل كرات برضه ماجل بالشكل ده ومضطر تحط له حديد اوفقي وحديد رأسي بنسميه الديب اند الديب اند برضه بتصمم بالشير فريكشن بنفس الطريقة بيجي بالشير فريكشن وبحث بالشير فورس المؤثرة على الشير بلين واجيب التصليح وشوف كما عندي تنشن فورس ولا كومبريشن فورس وشوف الزاوية بتاعت التصليح بالنسبة لي الشير بلين وكمل انا بحاول يا جماع انا بحاول بس ابني فكرة اني العلم الهندسة مش معادلة وخصوصا الخرصانة الخرصانة انت بتخاف من الكراك معنى كراك معنى انهيار معنى انهيار يبقى فيه مشكلة طب الكراك ده لو حضرتك فهمت البيهيذر بتاعه او فهمت الميكانيزم بتاعه هتاعرف تعمله هتاعرف تعمله كنترول وهكذا طيب اهم في الموضوع كله هو اول اكسامبر رقم ستة اكمل واذا اتعبته ما حداك دكتور تمام تمام نكمل كل كده الناس تصحصح بقى في هذا الامر لاني تسعة وتسعين في المية من المهندسين اللي عرفهم او اتكلمت معاهم اصحاب اللي هم قريبين مني جدا للأسف للأسف ما بيعملوش الكلام اللي انا هتكلم فيه دلوقت وبعد ما نخلص المثال ممكن نسأل السؤال وكل واحد كده يجاوب يا ترى هو بيعمل الكلام ده ولا ما بيعملش طب تعالى نشوف بقى المثال ده ونركز فيه لانه بصراحة مهم عند حضرتك Flat Slab Flat Slab Floor أو Flat Slab Structure او Multi-Story Building Flat Slab والFlat Slab ده ما فيهوش أعمدة ما فيهوش بيمز نهائية وهتشير والLateral Load System بتاعك هو عبارة عن Sheer Walls مفيش Moment Frames زي ما هو موزق قدام حضرتك كده المبنى بتاعك حوالي 200 feet يعني 200 على الثلاثة حوالي نقول خمسة وستين متر أو سبعين متر فيه تسعين هي عبارة عن تلاتين متر يبقى تلاتين متر مضروف فيه سبعين متر ده الفلور بداعك عايز أصمم الConnection ما بين Sheer Wall وما بين عايز أصمم كل ما بين Sheer Wall وما بين البلاطة قل بل حضرتك دلوقتي فيه حاجتين Sheer Wall ده ممكن يكون شايل قوة vertical مع القوة الأفقية اللي جياله من lateral loads بعشير Wall ده little function أول function بالنسبة لنا اللي هي عبارة عن الأحمال الرأسية ممكن شايل الأحمال الرأسية خلاص مفيش مشكلة بس الفلنكشن الأساسي بتاعه هيشيل الأحمال الجانبية اللي جاية من الwind أو اللي جاية من السيزمينج أنا بجأ عايز أصمم الConnection من السيزميك مايش دقام من vertical load Graphic load طب تعال نشوف حضرتك عملت الCalculation بتاعتك واستخدمت الاكيوفلنت load factor ولا استخدمت الاكيوفلنت الاكيوفلنت او الا Force method ولا استخدمت الResponse ولا استخدمت time history طلعت force هنا مقدارها 745 طن أو كب معصرة في center of mass عند السوري ده كلام زي الفول center of rigidity مترحل شوية عن center of mass حصل عند حضرتك عزم لي عدت توزيع عزم اللي بالstiffness وطلعت القوة النتجة على كل element من element تحت الشيرول اللي عندك بمعنى الشيرول ده خد 399 الشيرول ده خد 346 الشيرول ده خد 27 الشيرول ده 10 الشير ده 167 من 10 يجي واحد يقول لي الحمل السيزميك هيأثر كده هيأثر كده دول خدوا حمل ليه المفروض ما ياخدوش حمل لأ ياخدوا حمل لأن التورشن اللي عند حضرتك اللي ظهر هنا كده لازم يقاوم بتورشن عكسه عكسه يعني يعني فيه قوة هنا كده وفيه قوة هنا كده وفيه قوة هنا كده القوتين هنا جمعوا مع بعض الداكتر 399 القوتين هنا جمع مع بعض قرحوا من أقدر الخلاصة 346 القوة هنا 37 الداة من عشر القوة هنا 10 القوة هنا 16 كده طلعت الفورسيز على الشير وول بس خد بال حضرتك برضو نوطة مهمة جدا نمسح الكلام ده القوة دي تقسمت منظمة القوة دي راح هتروح هنا كده للشير وول طب هي مرحتش للشير وول صح كده مرحتش لسه أنا اللي هاخدها من البلاطة من السنتر أوف ماس هواديها الشير وول هواديها الشير وول ازاي بقى يبقى فيه connection هنا بقى حضرتك مش هتتنجل بالخياء لا هتتنجل من خلال connection هتتنجل من خلال connection طيب الconnection دي تعال نشوف هتتنجل ازاي التلتمية تسعة وتسعين حضرتك هتستدب شير على البلاطة مقدرها تلتمية تسعة وتسعين على الطول ده تلتمية تسعة وتسعين على الطول ده تلاتين تلاتين أربعة بوين فور سري وهتسبب شير على الجزء ده كده على الشير وال على الحتة دي بس مقدارها 399 على 30 هتطلع 13 و 3 من 10 طب لما الشيري سريس الحصل في البلاطة حضرتك هنا ده لو عايز رسيمه كnormal axial force يطلع حاجة بالشكل ده 4.43 ماشي هنا كده و 4.43 ماشي كده والناتج بينهم هو الطرح ما بين 4 و 43 4.43 ماشي 13 و 3 من 10 هتطلع 8.87 ده الاكسيال فورس الاكسيال فورس دياجرام اللي انا اتعلمناه في قولة مادني من الاكسيال فورس ده يا جماعة هيتولد كومبريشن في الحتة دي وهيتولد تنشن في الحتة دي او العكس الاسيزميك ريفورسابول تنشن و كومبريشن فلما تولد فلما تولد دلوقتي اصبح فيه عندي تنشن و كومبريشن وفيه حاجة في النص كده ما بين الاتنين يبقى مهمة بص بقى دلوقتي بقى هتيجي فكرة الحاجة اسميها الكلكتور الكلكتور اللي احنا لانا المحاضرة اللي شرحتها من اربع شهور بتاعت الكلكتور بقى بص حضرتك بقى هكام The collector factor force is multiplied should be multiplied by omega الoverstranger factor اللي هو اثنين وخمسة من عشر او اثنين ونص على حسب السيسم الحركة المختارة اللي هو special structure wall in seismic category D دي اللي هي الوسط في أمريكا هنا A, B, C, D, E, F دي اللي هي الوسطانية اللي هي لحقة وحش ولحقة كويس خد بالحضرتك فأصبح القوة 133.13 دي هتتضرب في كام هتتضرب في 2.5 هي 3.3 تطلع 333 كام طب عايز حضرتك تركز معاي كده في اللي أنا هقوله دلوقت قل بالحاجة أنا هفترض ان الزلزال ماشي كده الشير والده هيقوم الزلازل هيمشي معاي فأصبح في عند حضرتك compression force هنا وفي عندك tension force هنا وهمشي على هذا الأساس التنشن force اللي هنا دي مقدارها كام اللي هي مقدارها 133.12 ال compression force اللي هي مقدارها كام اللي هي 133.12 decommercial retention طب التنشن force دي هتتنجل إزاي الجزء ده هتتنجل إزاي للوال هتتنجل عن طريق التسليح طب التسليح ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الأوميجا مضروف في T مكسومة على 9 من 10 في الف 333 333 على 10 من 10 في 60 ادك مساحة التسليح اللي حضرك عايزها 6 أو 2 من 10 inch square أو centimeter square أو أي إنكاند ركز معي حضرتك بقى at the center of mass في 399 كده هيجو هنا هو كده الجزء ده هيشد و الجزء ده هيضغط التسليح اللي حضرتك هتحطه التسليح لحضرك هتحطه ده سوري مكسرح كل هذا ناخد دعم اللون تاني هتحطه هنا كله وتربطه وتدفنه في الشير وال قد بل حضرتك بقى انت عايز 6 و 2 من 10 يعني دول تقريبا حوالي لو استخدم 25 بوصة 25 مليمتر 25 يعني انت بتستخدم حوالي تقريبا 10 سياخ طب هل المسافة دي الشير وال اللي عند حضرتك ده 25 سنتي هيستحمل عشر سياخ تحطوهم هنا قالك لا ما تعمل ايه قالك هحط سخين هنا بس والباقي هوزعه هنا هحط سخين بس هنا والباقي هوزعه هنا انا بتكلم دلوقات قد بل حاجة انا بتكلم في التنشن بس في التنشن كوليكتور هوا خد المساحة السيخين بس اللي هما نمبر ايه مساحتهم كام مساحتهم واحد خمسة وتمانين بتطرح 6 و 2 من 10 من واحد خمسة وتمانين يطلع اربعة اتنين وستين اربعة اتنين وستين هتتروح مجسمهم على كام على نوع السياخ اللي هتحطها هنا انا اخدهم نمبر خمسة مثلا نمبر فايف نمبر فايف اللي هو كام اللي هو ستتاشر طلع عند حضرتك كده بقى اللي هما عبارة عن ثمن سياخ هتحط ثمن سياخ نمبر خمسة تمانية هوازحهم على مسافة كام جالك للك قالك ليك الحاج انك تستخدم نصف مسافة الشير والد الشير والده 30 حط على مسافة 15 لو الشير والده 10 حط على مسافة 5 لو الشير والده 8 حط على مسافة 4 يبقى انا وزعت الباج التمانية دول كده على الخمساشة فيت اللي عندي اللي هما خمسة متر مفهوم لحد دلوقتي يا جماعة تمام الهفرد دول مفهوم يبقى انا كده حطيت التنشن كورد قد بل حضرتك بقى في اللي جاي قادي الشير والبلاعي وانا حطيت سخين حديد هنا كده اللي هما خمسة وعشرين ودفولوت والباقي حطيته هنا في فورس تي هنا يا جماعة كده وفي فورس تي هنا دلوقت التي هنا دي جاي مع اللي جاي من السخين دول اللي شايلهم السخين دول والتي دي اللي شايلهم ايه التامل السياخ دول نظر لان مشكلة الحديدة تحطي هنا ده ماشي مع سنتر البول مفيش مشكلة فيه فدول خلاص طب القوة تي دي هتعمل ايه نازل انك رحلت البورس دي حصل يحصل عندك كبه مومنت إضافي على الشير والد نكمل يبقى تي هنا يا جماعة كده قصدها إزاحة مسافة المياه طب القوة تي مقدرها كامل ليهنا لا مش هي تلتمية تلاتة وتلاتين كلها ده موزعة بنسبة التصليح فأصبح حضرتك بقى القوة تي دي متين سبعة واربعين ده بالنسبة القوة التينشن كورد طب الكمبريشن كورد ده كارسة بقى ده احنا كده هندوش في دماغنا ليه؟ الكمبريشن ماشي كده طب يا ترى هل عند حضرتك الحتة دي كده هتقدر تشيل الكمبريشن فورس كلها دي والبال حضرتك ده عبارة عن خمسة وعشر صمدي في عشر صمدي أو تلاتين صمدي اللي هما سمك البلاطة نرجع اللون تاني عشان مش واضح حالة خمسة وعشرين في التلاتين دي هتشيل التلتمية ثلاثة وثلاثين كب كمبريشن بيرنج قالك لا قالك هو اذا هنجسمها حاجتين جزء هيروح باي بيرنج في الحتة دي كده في القطاع ده والجزء التاني هيروح باي بيرنج في الحتة دي لو وارده ترحل وبالتالي القوة الكمبريشن ترحلت عن مين عن السي جي بتاع مين تاع الوارد فأصبحت هتديك عزم إضافي تاني أنا بس بشرح بس مجدان لأنا عايزة بصلي فأصبحت عند حضرتك بقى في قوة هنا وقوة هنا مترحلين عن الحيطة بالإضافة الى الشير فريكشن اللي حاصل فين اللي حاصل في الوارد اللي هو مقدره كام اللي هو خمسة شر وشوي نرجى بعد كده بقى نحسب يا ترى الشير اللي حاصل على القطاع ده مقدره كام القوة دي جات من الجزء ده والقوة دي جات من الجزء ده آه بس خد بال حضرتك بقى القوة دي مش كلها دي مش كلها تي التي دي في منها جزء راح لدايريك مباشرة وفي جزء مترحل الكمبريشن في جزء راح دايريك مباشرة في جزء مترحل أنا أجمع المترحلين بس المترحلة في التنشن 247 المترحلة في الكمبريشن 134 بالإضافة الى الفريكشن اللي حاصل هنا اللي هو سر اللي هو 4 4.43 x 30 تطلع الشير فريكشن فورس هنا 514 كب 514 كب طب صممها ازاي 514 كب يا جماعة دي نصممها بالشير فريكشن نصممها بالشير فريكشن يعني نشوف نصممها بالشير فريكشن ازاي يبقى الشير فريكشن فورس اللي عندي 514 كب نعود في هذا القانون خب 514 أقل من أساوي VVN في 75% اللي هي الفي في ميو اللي هي واحد عشان أنا بعتبر مثلاً اني مش تصبوا مع بعض في 60 طلع المساحة طلعت المساحة حضراتكم طلعت 11.43 هكسمع على حديد التسليح اللي أنا عايز وهستخدم نمبر 6 فأصبح عندي 0.38 every foot لو هيك هستخدم every foot يعني كل feet حوالي نمبر 6 لو عندك 30 feet وبقى تحط 30 bar وهكذا نرجع بعد كده للتسليح بتاعنا بس نشوف بقى بعد كده نعمل تشيك على الخرصانة ونحط بقى التسليح بتاعنا من هنا لحد هنا بتاعنا يا جماعة نمبر 6 every 12 يعني لو عندك 30 feet يعني 10 متر هتحط فيهم حضرتك 30 سيخ نمبر 6 نمبر 6 اللي هو كامل هو 16 وده ما لهش علاقة نهائي بتسليح البلاطة نتيجة الأحمال الرأسي ده ملوش علاقة تماماً نتيجة من الأسليح اللي موجود من الأحمال الرأسية ده بس عشان يقاوم lateral shear أو القوة المؤسرة بتاعتك اللي جاي على هذا القطع ده من أهم تطبيقات shear friction عشان اني بستخدمها مع ربط shear wall مع flat slab أو أي إن كان نرجع للسؤال يترك كام حد فينا عمل هذا الكلام أو شاف هذا الكلام أو مع كمية الكورسات الموجودة في الساحة العربية موجود فيها هذا الكلام يعني كده أتمنى لو في حد بيعمل كده في التصميم بتاعه أنا هبقى فخور يعني حاجة يعني لأن أنا شفت ناس كتير وشوف ديزاين كتير ورجعت ديزاين كتير للأسف هذا الكلام ما بيتعمدش أي سؤال في هذا المثال يا جماعة لأن الحاجة دي يعني المثال ده يهمني جداً المثال ده يهمني جداً أي سؤال في هذا المثال السلام عليكم السلام وبركاتو أهلا يا فندي أحنا بنشكر حضرتك جداً على المثال الجميل ده حضرتك سمعني؟ أه سمع حضرتك بس عرفنا بحضرتك الأول لأن أنا معرفة الكلمة سعاد التوفيق المقولين العرب أهلاً 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 بحضرتك أهلاً بحضرتك بالنسبة للأسياح اللي هي في الشير وورد دي ما تشتغلش معانا وتشيل جزء من من اللاترال فورس ده بتاع الشير نظرياً هتشتغل ولكن الكود قالك قالها صريحة إن التسليح اللي ناتج من اللاترال فورس مالوش علاقة تماماً بالتسليح اللي جاي من الفورتيكال فورس لكن هو عملياً يعني ممكن يشيل جزء من القوة دي هو عملياً عملياً زي ما قلت لحضرتك لو حديك متابع من الأول في كومبوننت في الشير وفريكشن سيري اللي هي الكوهيجن احنا بنهملها مم تماماً لكن احنا بنحاول بقدر الإمكان نمشي زي ما بقول زي ما الأكواد بتقول الحديد لو عايزين ندخل الحديد اللي جاي من الجرافتي مع اللاترال حضرتك بتتكلم على البارد دلوقت اتعرض لتو فورسيز او مختلفين تماماً وفي مشكلة كمان هتظهر اني يا ترى في حالة الجرافتي فين البرمنتلود فين الأحمال اللي موجودة حالياً لا معنا عصدي السياخ اللي هي الرقصية اللي في الشير والد ديت ما هيش شايلة تنشى عشان يعني انا عاوزة تنشير بس شير فورس خط حضرتك في حاجة مفتقدة هنا ما عليش سوري في التعبير الأسلاح الرقصية ما لهاش علاقة بالكوننكشن ما بين الديافرام ما بين البلاطة والشير وال الفيلير لما بيحصل في الشير وال بيحصل في الكوننكشن في السيرفس اريا ما بين الشير وال وما بين البلاطة يعني تخيل حضرتك بقى الشير وال مصبوب مرة واحدة كويس؟ تمام بعد كده يجب صبيت البلاطة بعد ما صبيت الشير وال أيوة صح فأصبق حضرتك البرتكال بارس حاجة بتكلم عليها ما لهاش اي كنتربيوشن معايا مش نخلف معايا في السيرفس اريا بتاع الشير بالشير بلين اه يعني الشير بلين مختلف غالص عن عن الكوننكشن ما بين الحيطة وما بين البلاطة ما بين البلاطة بعد كده عليك ممكن تدخل اللونكتودنا البتاع الفورس بعد كده ما بتتنقل الشير وال بتتنقل على اسمنا شير ممكن تدخل البرتكال بارس بقى والهوريزونتال بارس بتاعت الشير وال في حساب الشير كباستي بتاعت الشير وال الشير كباستي لا اجياد مش واضحة قويس لحكي قبل كده كنت ماشى مع حضرتك هقولي حضرتك دلوقتي فيها احنا عايزين ننقل الحمل من البلاطة للشير وال كويس ده اللي انا اتكلمت فيه اللي هو الشير سيرفيس اللي هو السيرفيس اريا اللي موجودة ما بين الشير وال وما بين البلاطة الحمل قريده راح للشير وال كويس ايوه لازم تعمل تشيك ان الشير وال هيشيل الشير ده اه تماما زي ما يحكي هتصمم عمود مثلا على الشير لكن انا كل الشرح اللي انا شرحته ده مش على الشير وال خلص انا مجيش ناحة الشير وال ولا جيت ناحة البلاطة انا صممت فقط ازاي انقل الحمل من البلاطة للشير وال just the connection لا تماما يا دكتور يعني فعلا نادرا ما حد بياخد القوة دي في الاعتبار فازاي ما حضرتك قلت كده يعني احنا شاكرين افضل حضرتك لا لا تحت امر حضرتك انا اتمنى الكل يكون مستفادية اه في حد بيسأل يعني ده اضافي على الشبكة العلوية ده اضافي مالوش علاقة بالتسليح ال الافقي سور التسليح بتاع الجرافتي اطلاقا ده الشير ده ده حديد ال connection ما بين الشير وال وما بين البلاطة لو حديد الديافران في حد بيسأل بقول هذا الكلام فقط في ال flat slab لا هذا الكلام في اي نوع من البلاطات اي ان كان لازم اعمل تشك على ال connection ما بين البلاطة وما بين الشير وال لازم اتأكد ان الفورس المتولدة في ال center of mass لازم تروح للشير وال بامان طيب اكمل ولا 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 ناخد الاسئلة كامل سادر طبعان انا قدامي ممكن اخلص سلايد بسرعة في خمس او عشر دقايق وناخد الاسئلة ولا كفاية كده وناخد الاسئلة السابط اليو يا جماعة في سؤال تاني يا دكتور لو سمحت المونة سعد التوفيق معاك بطا اه افضل حقيقة اه بالنسبة لل ال the from wall اللي هو ال retaining واللي هو شغال اه حوائل سندة في التانل لما سعد بننفذ the from wall رأسي ده بيسند التربة وبنعمل بعد كده بلاطة او كاميرا اه مفروض بنربطها في الحيطة دي بعد ما بنحفظ تمام حضرك بعد نحفظ حضركت معايا اه سامي حضركتك اه فالبرضو هنا هيبقى فيه shear force جامدة ما بين الكاميرا او البلاطة اللي هربطها بالحوائط الرأسية دي دي تتسمم برضو بنفس الطريقة دي ولا لها طريقة دي بنفس الطريقة حضرك اي shear friction سوري بتستخدم زي ما اقول حضرك هي سلاح لما بنعجز عن حاجة في الكود مش لقي لها تصميم بنصمم بshear friction او تماما احنا عملنا انفق سيارات كتير بننفذ الاول الدافرام وال قبل ما بنحفظ اه على جانبين التانل بالسابق بنعمل نفق سيارات بنسند بنعمل حوائط من الدافرام وال وبعدين بعد كده نحفظ وبعدين بنصب بلاطة او كامير اه عرضي بنربطه في الدافرام وال ده بس بس حضرتك هنا بقى اللي بيخدمك هنا الكمبرشن فورس هتخدم حضرتك كتير قوي اللاترال فورس اللي جاي من السايد هتخدمك لان ممكن هتقلل التسليح المطلوب هتدي ان على القطاع بقى اللي جاي من الارس برشن بالزبط حضرتك فهي هتخدمك لانك هتقلل التسليح اه دي هتقلل بالزبط كده واصلت واصلت شكرا احمد نكمل بسرعة جماعة وبعد كده ايه ان نرجع للاسئلة تاني انا يعني مش هتكلم كتير بس يعني هقول كده بسرعة اوكي بعد كده جماعة لو حاجة مهمة جدا برضه احنا بنستخدم فيها الشير فريكشن هي الكونيكشن ما بين الفوتينج وما بين الاعمدة ما بين الفوتينج وما بين الاعمدة احنا بنصب الفوتينج لوحدية وبعد كده بنطلع الاشياء ونصب ايه ونحط العمود الكونيكشن دي بنصممها ازاي نادرة محد بصممها للاسف لان معظم الناس بتقولها هي سيف بس ممكن ما تبقى سيف وبالتالي لازم نصممها طب نصممها ازاي قالك قالك لما بتجي تصمم الفوتينج قالك حاجة مهمة جدا لما بيجي نصمم الفوتينج بنصمم الفوتينج بتجيب الديمينشن بتاعها او بتجيب السيكنيس وبعد كده بتجيب التسليح وبعد كده رقم خمسة الاهم حاجة بالنسبة اللي انا عايز اكلم فيها هي عبارة عن لازم نتأكد ان السيرفز ده اللي هو موجود عند قدام حضرتك هنا لازم السيرفز ده قادر على نقل الاحمال الرأسية والاحمال الافقية او العزوم او اي ان كان وبالتالي لما تشتعمل تشيك ترانسفير عند البيز لازم حاجة بتعمل اول تشيك حضرتك لازم تعمله هو تشيك وما يمتعش ده يتصمم كعمود التصميم العمود مختلف تماما عن تصميم الحتة دي مايجيش واحد يقول انا صممت العمود هنا سيف يبقى الحتة دي هتبقى سيف الموضوع مختلف تماما هنا واسبت لك الكلام ده من الكود بعد كده هنصمم ايطرة داولز انا عايز ادي داولز الداولز المطلوبة عندي هنا اديه برضو لازم اصممها يبقى لما تيجي نتكلم على الترانسفير بتاع الفورس من العمود للبلاطة لازم اتكلم على تشيك او بيرنجي سرنس واعمل بتاع الداول روم فورسمنت بعد كده في عند حقيقة بقى لو بصيت عند شابتر 13 اللي هو خاص بالفونديشن بيقولك ايه بقولك الvertecal compression force بتتنقل by bearing او ممكن by bearing وتسليح القوى الرأسية اللي جاية compression دي ممكن نقولها by bearing او نقولها bearing وتسليح بعد كده لو في عندك tensile force لازم تتنقل بتسليح فقط لغير وعندك lateral force are transferred using shear friction provision كلام ده موجود عندك في شابتر 13 في الACI cool يعني لازم تستخدم shear friction لو عندك اي قوة افقية طيب الكود قالك ايه لما ديش تعمل تشيك على الbearing لو انت عند حضرتك vertical transfer يعني عندك compression من العمود جاي على الاعداء لازم تعمل تشيك على الbearing ولو عمل تشيك على الbearing ازاي قالك فيه عندك مساحتين المساح الاولانية هي عبارة عن مساحة تنتقى الكلم مع القاعدة والمساحة التانية عبارة عن A2 عبارة عن تنزل بزاوية 2-1 والمساحة دي هتلاقيها A2 وسمى المساحة دي A1 واتطلع الbearing كبس بناء على مين بناء على التابل ده بعد كده لو انت كان عندك الفي في الbearing عبارة عن 6.65 ولو لقيت عندك الbearing not safe هتطلع تحط حديد تسليح رأسي يشيل معاك اطلع تحط حديد رأسي يشيل معاك بعد كده المينمم داول طيب استخدم الداولز قديه ايه المينمم قالك الكود قالك في شابتر 16 60.3.4 قالك لازم تستخدم على اقل داولز مقدارها 0.5% من مساحة القطاع العمود 0.5% ده مثال على سبيل المثال انا هو في عمود عندي 20 في 20 ده من ضمن الاسئلة اللي انا ضرعتها على صفحيتها على الفيسبوك هل ينفع حط عمود 50 صنط في 50 صنط ما اربع اسياخ في الاركان فقط ينفع وما فيهاش ايد مشكلة والكود الاسياخ الامريكاني ما قالش المسافة بين الاسياخ بتاعت الكورنر قد ايه ما حطش لمك الاسياخ بتاعت الكورنر قد ايه شخصيا صممت 50 في عمود 50 في 50 كذا مرة فيه اربع اسياخ في الكورنر فقط مشكلة لان الكود لم يلزمك بحديد الاركان كام في كام اللي لم يكن فيه كنترول معين هنا للكراكينج طبع عشان خاطر الكراكينج والحاجات والشرينكيج فمنضطر اما نحط بارس تانية او نكسف الكنات اي اين كان كل كود طبعا بيتكلم في موضوع تاني فطبعا الداني البي ديد واللايف والروف لايف لود اللي انا بس عايز اوصل له من هذا الكلام ان نخد بال حضرتك بقى لو العمود عليه كومبريشن وفيه هنا شير لازم اصمم هذا القطاع على شير فريكشن زي ما اتفاجنا قبل كده ولازم اتأكد ان الدولز دي يا جماعة الدولز دي لو عند حضرتك اي اتشانس لو حضرتك اي اتشانس او تنشن لازم الدولز دي والسبليز تتصمم على اساس السلايس دي تتصمم على السلايس بي اللي هي واحد وثلاثة من عشرة ال 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 development و السبليز دي تتصمم على ال hook ال dc والحديد الافقي ده يتصمم على الشير فريكشن سيري لازم تصمم هذا ولو عند حضرتك شير واللو عند حضرتك لازم تصمم ان الحديد الافقي ده على الشير فريكشن سيري خد بال حضرتك من معلومة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها وده سبب ان انا يقول تكمل لو عند حضرتك tension force هنا وفي عند حضرتك compression force هنا جاي من العزم بالشكل ده صور ان انا بتكلم سريع فاصبع عند حضرتك tension هنا واصبع عند حضرتك compression هنا فلازم حضرتك حديد التنشن ده اللي اتخد لوحده ال a v جاي من tension وال a v f اللي جاي من الشيري فريكشن يتخد لوحده وأجمحهم مع بعض يعني الشيري فريكشن حضرتك هنا بتلاقي حديد التسليح اللي انه خصوصا في الشير وال اللي فيها tension تطلع حديد التنشن و تطلع حديد الشير وبتجمحهم مع بعض يوب هم حديد الدولز بتاعك و فقد ده من السلب الأرقام بس المتنطقة لجوء و سروفت اخر حاجة نتكلم فيها اخر حاجة ان شاء الله بإذن الله نتكلم على عمر ممكن في شهر ثلاثة او شهر ربعة نبدي برزنتيشن تانية للناس اللي شغالة اللي بقى ال advance كيف يستخدم الشيري فريكشن معظم البريكاست بتحط كوربلز هنا عشان يسند الكاميرا بتاعت اللي هنا وفي لما يكون عند حضرتك عمود في كوربل وفيه البيمز بيسند عليه ده في البريكاست معظمه عملنا تيستنج وفيه بيبرز في بتاع 4 او 5 جورنال بيبرز اتنشره ويليمينيت الكوربلز ده خالص وخلينا الدنيا دي فلات نستخدم الشيري فريكشن في اليمينيت او او نجيت ريد اوف كلام كوربلز ان بيم لجز واعتقد ده النهاية وده الريفرنس اللي أنا أنا استخدمتها في المحاضرة ونرجع للاسئلة ومعانا ممكن ناخد ربع ساعة اسئلة وشان كفاية صدعتوكو نفس القطر فما في داعي لاستخدام لإضافة اسياخ بسبب وجود الحديد الرأسي حضرتك حضرتك ميكس حضرتك ميكس في حاجتين اول حاجة حضرتك انا في الاعدة في الاعدة انا ما عنديش حديد رأسي حديد العمود حديد العمود بينتهي او بيبدأ على وش الاعدة ما فيش حديد عمود في الاعدة احنا في معظم تسعة وتسعين في المية من الشغل بتاعنا بنحط داولز من العمود للأعدة وبالتالي ما فيه الاكل لو حضرتك حاطر حديد العمود كنتينووس جوه الاعدة ما أصبح مش هتحط داول فما فيش داعي تحط اي داولز وبالتالي تطبق على حديد العمود اتمنى يكون حضرك فهمتني لو رجعنا لهذا المثال بس عشان تبقى السلام عليكم يا دكتور السلام وبركاته كيف يا دكتور نحضر حذك ايه اهلا دكتور احمد من الموقع تعرفنا نفسك معلش دكتور احمد كمال معاك دكتور حمينة اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك حبيبي دايما كده بتتحفنا بمحاضراتك القيمة ما شاء الله ربنا خليك احنا بتعلم من بعض كلنا الله يعزك الله يعزك اه انا بس لي استفسار عايز استوضحه يعني دايما كلمة اه احنا بنرميها على طول لما يكون اه عندي فاصل فاصل في الخرصانة اه فاصل نتيجة اه يعني اه مرحلتين صاب اه فاصل نتيجة ان حصل كراك وبعد كده بابدأ اتكلم ان في اه فريكشن حصل ولكن اه فهل هل هل بس من كلام حضيك تلوقتي ان انا يمكن استعمل الشير فريكشن في اي حاجة حتى لو ما عنديش فاصل يعني يكون عندي خرصانة مظبوبة اه من رؤسك مع بعض وخلص وبرضو استعمل الشير فريكشن ده حقيقي لان حضرتك فكرة الشير فريكشن جات من تولد كراك لو تولد في عند حاجة تولد كراك يعني لو جينا حضرتك للأساس العلمي بتاع اللي احنا بستخدامها لمقاومة الشير هتلاقي ان الديفولوب بتاع فرض كراك وحسب القوة التنشن وخد ما يعادلها ضرب المساحة في ال وهكذا فهو فرض كراك يعني ممكن اطبع شير فريكشن واحسب كمية الكنات المطلوبة فاش مشكلة بالنفس الطريقة طيب تلوقتي انا شوفت سؤال يعني انا مجربتاش صراحة بس احد في احد الجروب كان احد المهندسين قال ان مثلا مرات بيبقى عندي حاجة في الشير فانا بروح هعملها بالشير فريكشن وتطلع وخلاص والناس انقسمت في هذا الموضوع ما بين المشاركين يعني في الجروب يعني ازاي تبقى حاجة في الشير وانا عندي مثلا حاجة فهو مثلا واحد يراجع على مشروع او شير من هذا القبيل وطلع عنده حاجة انصيف فبقول خلاص انا ازبطها بالشير فريكشن فهل هذا الكلام مقبول ولا غير مقبول او حضرتك لو فيه لو الكود ذاكر دايريكت واي ان اصمم الكنيكشن على سبيل المثال اقوله حضرتك مثلا وحضرتك استاذنا لو هنصمم البانشينج شير هل الحديد الافقي هيدخل معاي في البانشينج شير ولا مدخلش معاي في البانشينج شير اه في الافقي لا يعني في البرشدر احنا فيه لا اعتقد في الكود الاوروبي بيدخله بالزبط بالزبط حضرتك في ناس اقولك لأ الحديد الافقي ده ممكن يدخل وفي ناس يقولك لأيمكن يدخل تصحيح ولو انا وحضرتك بردو حاجه غير تانية لو انا حطيت صف حديد الافقي في منتصف البلاطة في منتصف البلاطة هل ممكن ادخل الشير فريكشن او مش ممكن ادخل الشير الفريكشن فمنتصف البلاطة لأ مش واضحها لم تسمعي هقول حضرتك يعني ممكن حضرتك يعني الشير فريكشن تتوقف على الديفولوب بتاع البار تتوقف على الديفولوب بتاع البار ترى البار ديفولوب ولا الديفولوب تمام فأنا لو عندي مثلا يعني مثلا الصورة الحديدك حطتها بتاعة البيمز يعني هو حط 1.7LD في الناحية والناحية الثانية ما عندوش طول أساسا فهو عمل ديفولوب من ناحية واحدة فدي برضو أنا الصورة دي ما فهمتاش أنا هقول له حدو أجيب الصورة حضرتك ونتكلم فيها ثانية حاج شاف السكريم بتاعت دلوقتي مسبوك اه تمام تمام حاج ايوا هو الكراك لما يحصل يحصل كده مزبوط تمام السيخ ده ديفولوب النحياني طب النحياني ديفولوب بايه ديفولوب بالقلت شانل ده لأنه ملحوم هو هنا اه تمام كده وضحت وبعد حاجة الحاملة جاي من فوق كده فعشان يحصل انهيار يحصل انهيار في البيم قبل ما يحصل في البيرنج يعني عشان يحصل انهيار لازم السيخ ده ينسلك من الخرطان صحيح صحيح والله يعني انا اعتقد يعني المحاضرة دسمة جدا وانا انا متخانكة محتاجة يعني يعني اعتقد ان في تسعين في المية من الناس في نسبة كبيرة ويعملها حاجات كتير نتمنى الحاضرات تبقى يتعمل محاضرة تانية عشان تلم الموضوع موضوع فعلا شيء جدا وحاضراتك بشاء الله يعني جمعته من جوانب كتير نحاول بإذن الله هو الفكرة كلها اني الوقت لما بيعمل محاضرة زي كده بحاول عف حالك الوقت بحاول يغطي اكبر حاجة ممكنة تخلي الناس يفكر ونتناقش مع بعض لاني الغرض مش المحاضرة الغرض النقاش لانه هو النقاش هو اللي بيسري المعلومة صحيح شكرا لوقتك يا دكتور شكرا لوقتك وغزاك الله خير على مجبودك شكرا جزيلا شكرا لك بالمجال الغيري طب أنا بصراحة الأسئلة تاهت مني يا جماعة مش يعني لو حد عايز عنده سؤال وعايز يدخل في الصوق ممكن مفيش مشكلة يعني قدامنا مثلا عشر دقايق مساء الخير يا دكتور أهلا وسهلا بحضرتك المهندس عبد الرحمن محضرتك أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك أنا سؤالي بخصوص لو هزرع كمرة على عمود existing كل البرامج اللي موجودة في السوق بتبقى قايمة على الكود الأوروبي إنه هو بيعمل نموذج strat and tie وبيسلح الطاي اللي موجود عن طريق إنه هو يعمل development للسيخ جوه العمود existing فسؤالي هل ممكن أعمل القصة دي عن طريق الشير فريكشن إنه أنا أحط حديد في العمود اللي موجود بتاعي بحيث إنه هو يشيل الشير بتاع الكامرة اللي هتتزرع جديد ولا لأ وإزاي يعمل القصة في حاجتين حضرتك لازم تاخد بال حضرك لما تيجي تزرع أي حاجة لازم نعمل تشيك على اللي شايل ولازم نعمل تشيك على اللي مشايل تمام يعني السيخ الحديد دلوقت هيمتد للكامرة وهيمتد في العمود تمام ولازم أتأكد لازم أتأكد إن العمود الحديد developed وإنه مش يحصل crack نتيجة لأني على حسب حضرك بقى هتتكلم على الكامرة دي من فوق يعني هشايف حديدك مثلا على سبيل المثال الشاشة اللي موجودة الشاشة موجودة هنا لو وصل حاجت في السلايدي اللي موجودة دي آه تمام وصلة وصلة دكتور لو حاجت هتتكلم على الكامرة من فوق بيرنج ولا في الجنب لا يا دكتور أنا قصدي إن هو في أشاير طلع على الكامرة وبعد كده الكامرة مصبوبة يعني هي مش بيرنج على العمود الكامرة مزروعة من العمود طلع دولز من العمود وبعد كده الكامرة مصبوبة الدولز الرئاسية والأفقية؟ دولز أفقية يعني مزروعة العمود يعني زي الحالة دي حضرتك اللي هي زي الحالة دي بالضبط زي الحالة دي أوكي لازم أتأكد حضرتك دلوقتي لازم أتأكد إن البارز دي ديفولوبت طيب هو الكود الأوروبي اللي بيعمله إنه لو الكامرة سيمبلي سابورتد بيعمل أنكوريتج للبوتوم ري بارز بس لأنه هو بيقول إن الطاي بيتولد في البوتوم بس فأنا مش بحتاج إنه نعمل أحط حديد طوب دي حاجة تاني حاجة بيطلب مني إن أنا أعمل أعمل اللي ديفولوبمنت كاملة جوه العمود فهل بقى أنا ممكن أستعود الموضوع ده بإن أنا أزود عدد الأسياخ فالتنشن اللي في السيخ يقل فبالتالي بدل ما أحط سيخ مثلاً وحطه اللي ديفولوبمنت كاملة ممكن أحط سيخين وحط كل سيخ بنص اللي ديفولوبمنت طب هقول لحضرتك بيعملش يعني أنا برسم العمود أهو ود الكاميرا هل سطح العمود ده خشن؟ هخشنه 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 فأصبع عند حضرتك شير فريكشن دلوقت كويس؟ تمام 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 يبقى فيه شير فريكشن هنا الحملة فوق ولا تحت؟ الحملة على الكاميرا؟ الحملة جرافتي الحملة من فوق هنا اه بالظبط كده يعني معنى حضرتك كده إن لما بيحصل هيحصل شير هيحصل كده تمام بالظبط مظبوط كده؟ مظبوط يبقى صور الكراك هتحصل هتحصل كده يبقى معنى كده أنا عايز تسليح كده تمام لو أنا اكتفيت حضرتك بالتسليح الأفق أنا أنا بقى أقول ويجاة نظري برده تمام لو أنا اكتفيت بالتسليح الأفق فقط لغير عند المكان ده ده بس بالشكل ده هل حضرتك ممكن يحصل أي كراك؟ في الاتجاه كم الكاميرا عرضها؟ الكاميرا أي عرض يعني؟ يعني مش بحكم بعرض مؤين لو حضرتك لو طبعت الشير فريكشن بسهولة جداً هل يطلع على السيخ ده وتشوف كمية الشير اللي عند حضرتك هنا كام؟ وممكن يبقى الصف تسليح بالشكل ده يبقى كيفية يبقى علوي وصفلي ولا صفلي بس؟ الغرض الأساسي علوي أو صفلي بغض النظر أنا الشير فريكشن ما قالتش علوي أو صفلي تمام الهم حاجة موجودة التسليح يبقى تدفولوب من ناحيتين طيب هل زي ما قلت لحضرتك ممكن بدل ما حط تسيخ مثلا أنا احتاجت سخين تمام بدل ما حطت السخين وعمل لهم تدفولوب من تكامل في العمود ممكن حطة أربعة سياخ وعمل لهم نص تدفولوب في العمود لأن حضرتك عارف أن الخريم في العمود ده بيكون صعب قوي بس حضرتك لك مينموم يعني برضو يعني أنا بتكلم حقيقة عن خبرة أنا اشتغلت فيها يعني لو عند حضرتك العمود ده مثلا أربعين صندق تمام ما ينفعش أقول 10 صندق كده وخلاص أيوا بالضبط هو المقصود أن أنا باني شغلي على نظرية أو على فكر لأن أنا شايف الناس في الريبير بيقولوا 10 صندق أو 10 الفي وخلاص ده غير واقعي غير واقعي أنا لما بشتغل بقول لهم على الأقل خالص هنا كده ده 25 صندق وكمان 25 صندق دول يكونوا كافين ان هما يعملوا أنكورج للفرس اللي جوه السيخ يعني بقى هشوف حضرتك بقى 25 صندق وباختار مثلا أصغر قطر ممكن استخدمه لهو مثلا قطر مثلا 12 أو 17 ليه عشان الديفولوب بتاعه ليل عشان نحط بارس أكتر تمام فهو الموضوع مينلي بتطبق النظرية ولكن محتاج حضرتك انجينيين جازمين مش هتلاقي مفيش حاجة قطعة أنا لقيت الموضوع ده قاطع في الكود الأوروبي الموضوع ده قاطع في الكود الأوروبي في معادلة بتحسب الفرس اللي موجودة في السيخ اللي تحت ده اللي هو بتعمله أنكورجيش فبالتالي تقدر تحسب السيخ قد ايه بالضبط ما هو لو السيخ المصبوب في الكاميرا ما فيش مشكلة فيه لكن المشكلة في الإيبوكس اللي حالك هتستخدمه لأنه برضو هاركز على حالك في نقطة مهمة جداً الإيبوكسي فيه مشكلة الإيبوكسي أولاً بيتأثر بالعوامل الوزر يطرى الهولز دي ويت ولا مش ويت يطرى كليند ولا مش كليند ومعظم اللي طبعاً حالك عارف اللي لما بنعمل هولز طبعاً الدست اللي طالع ده بيقلل البند يعني حالك لو بتقرى التستنج بتاعة الهيلتي أو بتاع سامسون تبقى الكواليتي كنترول اللي الهيلتي بتوصي بيها أكيد يعني عشان كده الـ ACI أجبر إن أي حد حط انكور لازم يبقى معاه سيرتيفكت مش أي حد كمان تمام ناشى دكتور متشكر جداً لحضرتك تحت أمر حضرتك السلام عليكم دكتور كيف الحال؟ أهلا وسلام وبركاته وأهلا وسلام حضرتك معك مهندس أنس بارك الله فيك أهلا وسلام سنس أنا عندي تعليق بسيط بس عن نفس الصورة اللي سألعنا الدكتور أحمد اللي هي الـ 1.7LD في أكبرين إنه هذا اللي إحنا صممنا عليه حالياً هذا بسموه اللي هو الميني كراك أو الميني كراك أو الميني كراك الميني كراك ناس كلين فيه السكنديري كراك يحصل ما بعد السيخ بسبب شد السيخ للميني كراك بمعنى إنه بزود فيه الكانات في المنطقة هاي لأنه الفورس التنشن اللي بتتولد في السيخ اللي إحنا ضفناه اللي هو طوله 1.7LD هيسبب لي تنشن يعملي كراك ما بعده يعني ما بعد ما نتجاوز مرحلة الريتش إلوه تمام؟ هاي الشغلة الأولى هاي فقط إضافة الشغلة الثانية في موضوع التدعيم خاصة إحنا احتكينا في الموضوع الأبرلمت اللي إنت تطرقت إلهم في حسابات الماكسيموم VN مكتوب في الكود إنه يتم اعتماد الأفسي برايم الأقل للسطحين فبالتالي إذا إحنا تجاوزنا ال VN لازم يتم تكبير القطاع وليس زيادة الأفسي برايم يعني لما يكون في عندي جاكت لعموج زيادة الأفسي برايم لهذا الجاكت ما حتكون أبداً لزيادة الأبرلمت اللي موجود في الكود هذا إنت اللي ورجعت عليها في الجاكتور الموجود في الكود الأمريكي تمام، كلام حقيقي مزهور 100% الشغلة لرقم ثلاثة هاي السؤال السؤال أنا شفت كيس موجود على أحد المواقع عبارة عن فاصل صب بري بلاند يعني مش فاصل صب فجأة وإنما مسبق التخطيط عند فاصل الصب تم حساب الشير فورسز من أحد برامج التحليل وحسب الشير فريكشن المطلوبة بعدين استثنوا من التوتل اللي هو الشير كبستي للبارز الإكزيستنج يعني حكى لك إنه في عندي توب بارز وبوتوم بارز أصلاً هاي البارز موجودة في القطاع شونسان الصوتك قاطع مرة واحدة شونسان الصوتك قاطع مرة واحدة في القطاع تم حساب الشير فورس المطلوب عن فاصل الصب وتم استثناء الشير كباسيتي للايرز اللي already existing حتى يكون كونزيرفاتف المصمم اللي مقترح المثال اعتمد على شبكة واحدة فقط يبدو في مشكلة في الصوت مرة تاني او تمام او تصد صؤالي بالكامل دكتور لا للأسف صوتك ضرع بشو انسأل اسمع ليش في النص كده صوتك بتاع نهاي بشارة عنش المشكلة معناتها هحكي كلمة واحدة الشير كباسيتي للإكزيستنج بار في حالة فاصل الصبر هل بتدخل معي ضمن الحساب ولا لا لانه في الصورة الإجزام بل انا شفته هو دخلها بس هذا هو سؤالي تمام نرجع لنفس الكلام له والهولك دلوقتي توقف على الانجينيرف ريكورد على المصمم كل واحد بيشوف يعني الشير فريكشن مبنية على تجارب معملية وبالتاني لو انا هصمم في اكزيستنج بار انا هقضي الاكزيستنج بار المبوضة معي في الاعتبار تمام طيب دكتور انت تطرقت لمسمى معين اللي هو الهوريزنتل شير ترانسفير هسا الكود الامريكي فيه شابتر اثنين انا هذا السؤال وجهته الى الكود لكن الان ما حصلت اجابة انه فيه شابتر ستتاش وفيه شابتر اثنين وعشرين واحد منهم ذكر الشير فريكشن اللي انت تفضلت فيه اليوم وفيه شابتر اخر ذكر اللي هو الشير هوريزنتل ترانسفير اللي هو في الكومبزيت بيم نعم في الهاند بوكس كانوا كاتبين انه الاثنين سيميلر كونسبت بس هذا مبني على تجارب مختلفة بالرغم انه في الشير هوريزنتل ترانسفير مكتوب اذا تجاوزت لمت معين لازم ترجع للشير فريكشن بس هذا الجزئي برضو انا اشكر الله معلش تأخرت عليكوه لا 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 هذا مبني شون سيد هو الشير فريكشن لأن المعادلات مختلفة شوية في الشير فريكشن شوية الى حد ما فلسفته مختلفة على فلسفة الهوريزنتل شير لأن الهوريزنتل شير مبني على الديفرينشيل الديفرينشيل بين الكومبريشن عن التنشن في البلوكس الهوريزنتل شير ناتج اصلا من المومنت وبالتالي المعادلات بتاعته مختلفة انا ان شاء الله بإذن الله لكالينة عمر ممكن نعمل محاضرة متكاملة على الفرق ما بين الشير فريكشن والهوريزنتل شير في القطاعات الخارصانة وقطاعات السيل مع الخارصانة ان شاء الله بإذن الله أوعدكم نعمل محاضرة كامنا على الهوريزنتل شير للقطاعات المركبة في حالة القطاع الخارصاني والقطاع حديد معدني مع الخارصانة تمام اشكرك بكتور نعمل حضر لك اعتقد كده وصلنا للليمتز شكرا لكل اللي بي معانا وشافوا المحاضرة ولو في اي حد عنده اي سؤال او لا سيلة طبعا كتير اوما للأسف مجددتش اجاوبها اتمنى يعني ممكن تبعتلي على صفحات الشخصية في اي وقت واشكر كل القائمين على بم عربيا ومشونس عمر سليم والجروب اللي معاه على تحت الفرصة وان شاء الله شوفكم على خير وشي سيفيا شكرا لك شكرا لك شكرا لك